فيه المعاني لو تحب تشوف وتسمع صد بلاله جيتاني انسى كل هموم حياتك يلا نروح لك وكبتاني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع كوكبتاني أخوي وحبيبي الإنسان في الدنيا ما يقدرش يعيش لوحده أكيد لازم يعيش وسط الناس والمؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم لكن أكيد أنت كإنسان محتاج تعيش في أمان محتاج تعيش في وسط ناس بتحبهم وبيحبوك بتكرمهم وبيكرموك بتتق ربنا فيهم وبيتتقوا ربنا فيك علشان كده محتاجين النهاردة نركب سفينة الفضاء ونطلع لكوكب مهم جدا أننا نتعايش مع الخلق اللي موجود عليه بعدها نطلع النهاردة إن شاء الله مع بعض لكوكب حصن الجوار حصن الجوار نعمة كبيرة قوي وكان من أسباب السعادة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم إن ربنا يكرمك بجار يسعدك بالجار الطيب الجار اللي أنت تأنس معاه ويأنس معاك اللي ترعيه ويرعيك اللي تحبه ويحبك اللي عمرك ما تأذيه ولعمره يأذيك بفضل الله سبحانه وتعالى تعالى في صرع أخوي وحبيبي نتعرف على سكان هذا الكوكب الجميل الكوكب حصن الجوار كان أول قصر موجود في كوكب حصن الجوار قصر عجيب جدا لرجل اسمه مالك ابن دينار من خيرة التابعين والحقيقة ناس كتيرها ما تعرفوش لكن مالك ابن دينار علم من أعلام التابعين مالك ابن دينار كان ليه أصر في الكوكب ده لأنه كان ليه موقف عجيب جدا لما تسمعه كده هتستغرب مالك ابن دينار كان بيسكم في البيت اللي جنبه مباشرة البيت اللي لازق فيه رجل يهودي الرجل اليهودي ده كان محول عزكم الله يعني المستحمة بتاعه المكان اللي بيغتسل فيه أو اللي بيقضي فيه حاجته كان محوله قريب جدا من الجدار بتاع مالك ابن دينار فقدر ربنا سبحانه وتعالى أنه حصل شرخ في الجدار فبدأت النجاسات اللي تخرج من عند اليهودي تتسرب وتوصل لبيت مالك ابن دينار فمالك ابن دينار كان حاطت حاجة كده زي أصع كده في المكان التاني وكان يحمل نجاسات هذا اليهودي ويرميها بعد ذلك وظل يعني مستحمل الوضع المهين ده سنوات طويلة جدا سمع اليهودي بالكصة دي تعرف أن مالك ابن دينار مستحمل منه الأذى ده كله فرح له فقال له يعني إيه اللي خليك تصبر على الأذى بتاعي ده كل السنين الطويلة دي تقال له لأني سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما زال جبريلي يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه فندم اليهودي على هذه الفعلة وأسلم لله جل وعلا وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما تلك إلا بأخلاق الأنبياء كان موقف جميل جدا وعجيب جدا وفعلا موقف أكيد بنتعلم منه إن الإنسان لازم يتحمل الناس ويصبر على أزاهم لأن مش كل الناس على أخلاق واحدة ولا على واتيرة واحدة الناس خلقت من كل أصناف طربة الأرض فمنهم السهل ومنهم الحزن منهم العصب ومنهم الهادي منهم الكريم ومنهم البخيل منهم ومنهم أنواع وأصناف ربنا يجعلنا وإياكم من أهل الطقوة وأهل الإيمان والورع تعالوا نشوف الأصل اللي بعده أصل لعبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما وكان ليه موقف حقيق جدا حكاية الترمزي بسنة صحيح إن عبد الله بن عمر كان له جار يهودي يسكل بجواره سبحان الله فكان إذا ذبحت شات في بيت أو في دار عبد الله بن عمر كان يقول لهم هل أهديتم لجارنا اليهودي فأقولون سبحان الله نهدي لجارك اليهودي يا ابن عمر قال أجل أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه عشان كده عبد الله بن عمر كان ليه قصر جميل جدا في كوكب حصن الجوار تعالوا نشوف الأصل اللي بعده كان قصر برضو عجيب جدا وكان ليه قصة جميلة جدا ومؤسرة جدا كان قصر الإمام العلم الإمام أبي حنيفة برضو كان في جوار بيته كان فيه رجل يهودي بيسكن بجوار الإمام أبو حنيفة كان سبحان الله كان الرجل ده كان بيتعمد طب قول التانيين ما كانش بيتعمده الإيذاء لا الرجل ده كان بيتعمد إيذاء الإمام أبي حنيفة فكل يوم يرمي الكاذرات والنجاسات أمام بيت أبي حنيفة وأبو حنيفة رحمه الله رحمة الله سعى كان يشيل الأشياء ديت ولا يهتم ولا يباري بأزية هذا الجار اليهودي ويرمي النجاسات ديت في أي مكان بعيد في يوم من أيام خارج من بيته فلم يجد النجاسات اللي كان بتتريم قدام بيته كل يوم فسأل أين جارنا اليهودي قال هو في السجن بيدين يعني حصل لدين أو حصل له مشكلة فحبس في السجن فإذا بالإمام أبي حنيفة العلم الرجل صاحب الخلق العالي إذا به يذهب إلى السجن ويطلب من رئيس الشرطة أن يخرج هذا الرجل وأن يطلق صراحة وإذا برئيس الشرطة إكراما لأبي حنيفة يطلق صراحة كل من سجن في هذا اليوم ويخرجهم جميعا من السجن إكراما لأبي حنيفة فلما علم اليهودي ما فعله أبو حنيفة معه اعتذر له ونادم على ما فات ونطق الشهادتين وأسلم لله جل وعلا وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان من ضمن الأصول الموجودة برضو في كوكب حصن الجوار قصر لرجل يمكن ناسك تلا ما تعرفوش اسمه ابن المقفع ابن المقفع كان ليه جار فقير جدا وإنسان طيب جدا وفي يوم الأيام ابن المقفع سمع أن جاره عرض بيته للبيع بسبب دين كبير جدا جدا وهو مش قادر يسد هذا الدين وإذا ابن المقفع يسأل هذا الرجل أتريد أن تبيع الدار قال أجل قال بكم قال بأربعة آلاف قال سبحان الله والله يا أخي لا تفرط في دارك ولا تخرج أولادك ولا أهلك واخذ هذه أربعة آلاف حتى تكون جارا ليه فأنا لا أفرط في أمثالك أبدا وده كان مثال جميل جدا جدا تخيل جارك اللي جنبك يعني حصل له ضيون كتير جدا فقط أطر أنه يبيع الشقة بتاعته ويروح يوعد في أي مكان تاني أو في شقة جار أنت سمعت الكلام ده فقلت سبحان الله بقى أنا سيب جاري يبيع شئته وهو مضطر أخوي وحبيبي محتاج كان محتاج خمسين ألف عشرين ألف تلاتين ألف فأعطيته هذه الأموال ولو على سبيل القرد من أجل أنه يحافظ على بيته وعلى مكانه اللي عاش فيه وتربى فيه وتجوز فيه وأولاده نشأوا فيه ودائم إكرامه من حسن إكرام الجيران لكن كان أعظم قصر كان العادة كان قصر النبي محمد اللي تحمل من جيرانه أشد أنواع الإساء النبي صلى الله عليه وسلم اتأذى من كفار قريش اتأذى من اليهود اتأذى من ناس كتير جدا جدا ورغم ذلك كان صابرا محتسبا وكان يقول اللهم مغفر لقومي فإنهم لا يعلمون بل علم النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الأيام والحديث الرؤالي بخاري أن غلام يهودي كان سياسكن بجوار النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يعني كده فيه بداية سكرات الموت الغلام مريض جدا جدا فزاره النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله والموضوع ده ليه قصة عجيبة جدا أفرت في نفسه النبي راح زار الغلام اليهودي وقال للغلام أسلم ويقول الغلام إيه أسلم ورح له بناية برضو زيارة الجار اليهودي ده وبناية النية الأصلية كتنية أنه يدعو للإسلام قال أسلم فالغلام بصل أبوه فلما بصل أبوه فالغلام خايف أنه يسلم لأن أبوه في جنبه أبو يهودي فقال أبو هذا الغلام قال أطع أبا القاسم فقال الغلام أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله فتبسم النبي وخرجه ويمسح على لحياته ويقول الحمد لله الذي أنقذه من نار جهنم القصة دي كان لها موقف معي عجيب جدا 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 يمكن القصة دي يفتكرها أخي وحبيبي المخرج محمد مدني أني إحنا لما زورنا لو يفتكر لما زورنا معها السرطان الأطفال المستشفى السرطان الأطفال 57-57 فلما رحنا هناك كنا واخدين معنا رجل أعمال ربنا يحفظه وكان جايب 150 هدية للأطفال اللي موجودين هناك مصابين بالسرطان فكان كل غرفة مكتوب عليها اسم الطفل المريض واسم الطبيب المعالج فكان معنا الأخ اللي هو نائب المدير ربنا يحفظه السيد أحمد كان واخدنا بيمررنا على الغرف اللي موجودة كلها وكانت حوالي 150 غرفة على ما أذكر فكل غرفة بنخش نسلم على الطفل ونديره الهدية بتاعته ونقبله وندعيله دعوتين كده جمال ونصبر أهله بكلمتين ونخرج فقدر ربنا سبحانه وتعالى أن فجأت للأخ الفاضل ربنا يحفظه يعني هو خاف لحسن يوقعني في موقف يكون محرج لي أن أنا مش عايزة أخشي هذه الغرف الغرف دي كان فيها أطفال نصارى ما كانوش مسلمين فإذا به يقول لي طب نعد الغرفة دي فوقت له ليه هو ما فيش طفل جوا قال لي لا فيه بس أنا مش عايزة أسبب لك حرج لو ما كنتش عايزة تزور الغلام ده أو الطفل ده لأنه طفل مش مسلم قتل له سبحان الله ده نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم زار غلاما يهودي ودعاه للإسلام ليه أنا ما زرش هذا الغلام ده طفل صغير يعني الطفل صغير يعني ما زان على الفطرة وخبالك وحتى لو لم يكن طفلا صغيرا وزرت حتى واحد ليس على ملة الإسلام بنية أن أنا أضغر له أخلاق المسلمين وبنية دعوته إلى الله سبحانه وتعالى فلا حرج في هذا والنبي قبل دعوة عقب بن نبي معيته وكان جالسا بين أئمة الكفر صلى الله عليه وسلم بنية دعوتهم إلى الله وده من فقه الدعوة يا جماعة فدخلت والله الذي لا إله غيره لا تتخيله مدى تأثر يعني أسرة هذه هؤلاء الأطفال بزيارتنا اليوم وإحنا دخلين لدرجة أن أسرة منهم بيقول له والله شيك محمود متابعين دروسك كلها على الفضايا هم مش مسلمين لك أن تتخيل أنا لا أدري ما الذي حدث لكن متأكد أن الزيارة دي هيكون لي أثر عظيم جدا في قلوب أهل هذا الطفل وفي قلب هذا الطفل الطفل ده هيكبر في يوم الأيام وهو غير مسلم وهيتقلق الشيخ فلان جي يزورك ودى لك هدية ممكن يكون لها أثر في هذا الطفل يسلم بعد ذلك لله سبحانه وتعالى أخي وحبيبي محتاجين يكون في قلوبنا رأفة ورحمة دين عالمي أول آية في كتاب الله الحمد لله رب العالمين مش رب المسلمين بس وآخر صورة أعوذ برب الناس مش رب المسلمين بس والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تتمحها وخالق الناس مش المسلمين بس وخالق الناس بخلق حسن والنبي صلى الله عليه وسلم موصفاه الحق جل وعلا وقال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وآله وسلم أخي وحبيبي حد فيكم ناوي يبني النفس قصر في كوكب حسن الجوار تعالوا نشوف منزلة الجار في الإسلام يقول جل وعلا وبالوالدين إحسانا وبذي القربة واليتامة والمساكين والجار ذي القربة والجار الجنوب الله أكبر طب تعالوا نسمع كلام حبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه سيدنا جبريل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له الجار يا محمد الجار يا محمد الجار يا محمد من كثرة ما كان يوصي ظلنا النبي أن جبريل هيقول له الجار ده يورسك يا محمد صلى الله عليه وسلم حديث التاني روال بخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وربط بين الإحسان إلى الجار وعدم إيزاء الجار ربطهم بالإيمان بالله واليوم الآخر قال من كان من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره وفي رؤية مسلم فليحسن إلى جاره يقول صلى الله عليه وسلم أيضا كما عند البخاري والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن ثلاث مرات قالوا من هو يا رسول الله خاب وخسر قال الذي لا يأمن جاره بوائق الذي لا يؤمن جاره شروره يا الله يا جماعة سمحوني سمحوني ناس كتير جدا بتعاني من سوق الجوار والله يا ما جلست مع الناس أنا واحد من ناس يا ما عانيت من سوق الجوار لكم أن تتخيلوا يعني ناس كتير جدا شفتها ده معني والله العظيم كان بيرحل بالعفش بتاعه وبيته وبوظفته يضحي بمدارس أولاده علشان جار سوق جار سوق بيؤذي ليه ليه تؤذيه أخي الدنيا مش محتاجة مش محتاجة أن احنا نكدرها أكتر من كده الدنيا مليانة ابتلاءات ومليانة مقاسي ليه نعود يعني نأذي بعضه ليه نعود نتفنن في تعذيب بعض ليه أخوي وحبيبي ليه ما كنتش في عونك أو على الأقل لو مش عايز أعينك أو أساعدك أو أفرحك فعلى الأقل لا أحزينك ولا أؤذيك شوف النبيع السلام بيقول في رواية مسلم لا يدخل الجنة من لا يأمنوا جاره بوائقة تخيل حضرتك لما يكون جار وليل ونهار بيتوقع إذا جاره ليه طب ليه ليه أخوي وحبيبي تعالوا نتشوف حقوق الجيران العلماء بيقولوا أن الجيران ثلاث أنواع الجيران ثلاث رجل له ثلاث حقوق وراجل ليه حق إين جار ليه ثلاث حقوق وجار ليه حق إين وجار ليه حق واحد الجار اللي ليه حق ثلاث حقوق هو الجار المسلم ذو الرحم فله حق الرحم حق صرط الرحم وحق الإسلام وحق الجوار وجار له حقان اللي هو الجار المسلم له حق الإسلام وحق الجوار وجار له حق واحد اللي هو الجار المشرك له حق الجوار لازم أن أنا أحسن إليه أو على الأقل ودي أدنى درجات حسن الجوار أن أنا مأزهوش وأن أنا حتى أتحمل أزان طيب تعالوا نشوف حق الجوار يعني هنفردها كده في عجالة سريعة جدا جدا في 11 حق إيه هم حقوق الجيران؟ هقولهم لك بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم أول حق من حق الجيران أخوي وحبيبي الإحسان إلى الجيران الإحسان إن أنت تكون بتحسن إلى جارك قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري المسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جار الحق الثاني في عجالة سريعة إن أنت تحبله الخير النبي صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيدي كما في الصحيحين والذي نفسي بيدي لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره ما يحب لنفس الله والله محتاج أعيد لك الحديث ده بس صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي يعني والله لا يؤمن عبد أو لا يؤمن أحد حتى يحب لجار ما يحب لنفسه له يؤمن عبد حتى يحب لجار ما يحب لنفسه صلى الله على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم تعالوا نشوف الحق الثالث أن يؤدي إليه كل حقوق المسلم على أخيه المسلم بمعنى لو مرض يعوده يزوره ولو عطس يشمته وينصحه بما يراه خيرا له ويلبي دعوته إذا دعاه ويتفقد أهله وأحبابه إذا مات أو إذا صافر وبعد ما مات يتبع جنازته ويدعو له بكل خير ويأخذ بيديه إلى كل خير دي حقوق المسلم يا جماعة لابد أن أنت تراعيها في أقرب الناس إليك في جارك أتبالك الحق الرابع كف الأزى عن الجار اوعى تفكر في يوم الأيام تأذي جارك اوعى ترمي القمامة الزبالة سمحني يعني قدام جارك ليه ليه تأذين اوعى واحدة تنشر غسيلته مناشره وتنزل الميا على غسيل جارتها وتبل غسيلها أو تنزل أي ألوان على غسيل جارتها اوعى أو حد في الدنيا يأذي جاره بأي نوع من أنواع الإزاء ليه ليه تأذين وربنا مطلع عليك وربنا شايفك وربنا هيعقبك وهيحسبك على أي أزيل جارك أو أي أزيل جارتك أخت الفاضلة ربنا يحفظك قال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله وإليهم الآخر فلا يؤذي جاره وقال كما في الحديث للرب الخاري والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قالوا من يا رسوله قال من لا يؤمن جاره بوائقة تعالوا شوف موقف عجيب جدا والله حديث رواء أحمد بسند صحيح والله حديث قمة في الرعب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له يا رسوله إن فلانا تعبد الله وتصلي قيام الليل وتصوم وتتصدق وتفعل وغير أنها تؤذي جيرانها الست ذات ماشاء الله صيام نوافر وعبادة وسيام رمضان وقيام وصيام وعبادة وتصدق يعني كل الخير بتعملهم غير أنها تؤذي جيرانها قال اسمع لا خيرة فيها هي في النار خبرة بيادة طب والصالة والعبادة ما ينفعهاش الدين المعاملة وإن كان الحديث لها صح لكن معناه صحيح طب والتانية قالوا وفيه جارة فيه امرأة يعني يا دوب بتؤدي الصلوات المكتوبة وبتصوم الصيام الفريضة وتتصدق ببعض الحاجات البسيطة كده قطع الجبن فقال هي من أهل الجنة الله أكبر يعني عبادتها البسيطة دي نفعتها أي نعم لأنها لا تؤذي أحدا بل بتكرم جيرانها هي من الجنة وضرب النبي لنا مثلا عجيبا جدا في مسألة يعني الإنصاف في مسألة إن واحد يتئذي من جاره إزاي قد حقه واحد راح للنبي صلى الله عليه وسلم والحديث رأى أبو داود بسند صحيح فشكى له سوء جواره يعني قال له جاري بيأزيني ليل ونهار فقال له أصبر واحتسب راح له مرة والتانية آه رسولة مش قادر أصبر فقال له إذن خذ متاعك وخرج على قارعة الطريق يعني إيه خد عفش بيتك كده وحطه على في الشارع كده وفضل وقف في الشارع فراجل خد متاعه وقف في الشارع كل من يمر عليه قال له إيه اللي نخليك وقف كده في الشارع قال له جاري بيأزيني هيا قرون لعنت الله عليه أبيه وبيه وعليه لعنت الله وقعد يده عليه فجاره وصل للخبر كل اللي معدي وكل اللي راحه اللي جاي عمال يلعنه عمال إيه يعني يده عليه فذهب إليه الرجل وقال ارجع فلن يصل إليك مني مقروه أو أذى بعد اليوم خلاص أخبرك فكان دا سبب توبة هذا الرجل من إيزاء الجار طيب الحق الخامس احتمال الأزم فيه فرق أن أنا أكف أزيه عن الجار وفيه فرق كمان أن أنا حتى لو جاري أزاني استحمل معلش استحمل لوجه الله وعديها أذاك مرة يعني قل له الفت نظره أذاك مرة تاني قل له يا أخي ربنا بارفيك دا أنا جارك والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظلنته أنه سيورثه ربنا بارفيك أنا ببقى أزيكش ما تأزينيش وخبالك تحمل وكل دا له أجر عند ربنا سبحانه وتعالى يقول صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي لقاه أحمد بسنة صحية أن الله يحب ثلاثة ويبغض ثلاثة فكان من ضمن الثلاثة الذين يحبهم الله عز وجل رجل كان له جار سوء كان يؤذيه فيصبر على أذى حتى يكفيه الله عز وجل إياه إما بحياة أو بموت الله أكبر أن أنت تصبر على أذى جارك يا إما يعزلي إما ربنا يكرمك ويروح كده للدار الآخرة المهم أن أنت تصبر على أذى دا الحق الخامس الحق السادس تعظيم حرمة الجار وصيانة عرضه وعدم خيانته عدم خيانته بإيه؟ أن أنت ما تفشيش سر الجار لا تفشي سر الجار ولا تهتك عرضه عيازا بالله لأنك أنت أكتر واحد عارف جارك بيدخل إمتى ويخرج إمتى ويسافر إمتى ويرجع إمتى فأنت أكتر واحد ممكن تتعرض لحرمة جارك عشان كده كان صحب جدا أن أنت تتعرض لمرأة جارك أو لبنت جارك أو لأخت جارك عقوبتها مضاعفة قال صلى الله عليه وسلم لما سئل كما في الصحيحين أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك قيل ثم أي قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك قيل ثم أي قال أن تزني أو أن تزاني حليل تجارك أن أنت تزني بمرأة جارك جدا من أعظم الزنوب حديث تاني عجب جدا 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 أنه هو أحمد بسند صحيح قال النبي للأصحاب ما تقولون في الزناء؟ قالوا حرام